موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الواحدة ظهرا في تونس ثالثة في فلسطين فيما يلي مشاهدين عنوين الأخبار مشروع تشاركي للتصرف في النفايات بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني بالمولستير نحو البحث عن حلول بديلة لمشكل النفايات احياء ذكرى ثلاثين لتأسيس المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وبحث في طرق تدخلاته الناجعة والاستفادة من نشاطه في عديد المجالات موقف تونس المبدأي والثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة التي لا تسقط بالتقدم سيكون اهم ما في رسالة تونس خلال اشغال المنتدى الاقليمي الثامن للاتحاد من اجل المتوسط المزمعي تنظيمه بمدينة برشلونة الاسبانية يوم البرتغالية عفوا يوم 27 من نوفمبر الجاري لمحث الوضع في الشرق الاوسط يمثلها فيه وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار على رأس وفد تونسي كما جاء في بلاغ وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الوزير ممثل تونس يدعو دول المنطقة الى تحمل المسئولية السياسية والاخلاقية الملقات على عاتقهم ويحفهم على الالتزام فعلا بوضع حد لاعتداءات الاحتلال وضمان استمرارية وصول المساعدات الانسانية العاجلة ورفع الحصار المفروض عن قطاع غزة وعلى كامل وعن كامل فلسطين كما سيعقد الوزير سلسلة محادثات ثنائية مع وزراء خارجية دول شريكة ومع مسؤولين سامين بالمنظمات الدولية مشروع تشاركي للتصرف في النفايات بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني قدم نموذجه منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير اساما منه في تقديم حلول بديلة لمشكل تكدس النفايات الذي يؤرق عديد جهات البلاد النقل لنورة حسن 2.2 مليون طن من النفايات تفرزها تونس حسب أرقام البكالة الوطنية للتصرف في النفايات أي بمعدل انتاج فردي يفوق 0.81 كيلو جراما في اليوم في الوسط الحضري وحوالي 0.250 كيلو جراما في الوسط الريفي وتبلغ نسبة تجميع النفايات من قبل البلديات 80% في الأوساط الحضرية و10% في الأوساط الريفية لكنها معطيات متغيرة بتغير العوامل ووسائل العمل لدى البلديات ومنها تضاعف الكثافة السكانية في عدد من المدن في ذل محدودية المصبات المراقبة لاستعاب كم النفايات المتزايد مقابل انتشار للمصبات العشوائية والنقاط السوداء استراتيجية المصبات المراقبة لم تعد استراتيجية ويمكن اعتمادها الإشكالية اليوم في المصبات العشوائية المنتشرة حول المدن وحول القرى والأرياف وشفناها الضرار البيئي الكبير القاعدة تتسبب في هذه المصبات سواء كانت على صحة الإنسان والحيوان والطربة والمياه كذلك اليوم الدولة تونسية يزمهي تنظر بنظرة أخرى لمشاكل النفايات المزرية والمشابهة ولاحظنا الحقيقة في ميزانية 2024 لوزارة البيئة لم ترد كلمة تثمين نفايات طرق التصرف والتثمين الناجع للنفايات من خلال آليات الفرز والانتقاء الأولي وفق مقاربات استراتيجية ومنها مقاربة التصرف الناجع للنفايات بولاية المنستير وهو مشروع تشاركي بين منظمات المجتمع المدني والبلديات نموذج يعده منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار حلول لمعالجة أزمة النفايات وضمان حق المواطن في عدالة بيئية اشتغلنا على البدائل للخروج من هذه الأزمة والبدائل هذه مبنية على مسألتين المسألة الأولى هو اللامركزية في التصرف النفايات لأننا نعتبر أن البلديات هي المسؤول الأول عن التصرف النفايات لابد أن تسترجع هذا الدور الطبيعي بالنسبة له لتقوم بالجمع وتقوم بالتحويل وتقوم بالفرز والتثمين إلى غير ذلك والنقطة الثانية التي يقوم عليها البدائل المتعانة هي تثمين النفايات في إطار الاستدامة وفي إطار الاقتصاد الأخذر تنطلق فكرة العدالة البيئية من أنه لا يجب أن تتحمل فئة معينة من المجتمع دون غيرها نصيبا مختلفا من الأثر السلبي للتدهور البيئي وبالتالي فإن المقاربات التشاركية تحضر بقوة عند الحديث عن الحق في العدالة البيئية وهو ما يتطلب منوالا تنمويا جديدا يأخذ بعين الاعتبار الحق في بيئة سليمة وفق سياسات بيئية جديدة غدا الاثنين سابع والعشرون من نوفمبر موعد انطلاق عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة ثلاث وعشرين والفين من أجل تعبئة مبلغ سبعمائة مليون دينار توجه لتمويل ميزانية الدولة وتوقعات نجاح الاكتتاب وإمكانية تجاوز المبلغ المستهدف كبيرة كما حصل مع الأقصاط الثلاثة السابقة وباب الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني للسنة الجارية مفتوح حتى الخامس من ديسمبر القادم وبإمكان المكتتب اختيار الاكتتاب في ثلاثة أصناف هي ألف وباء وجيمة الحكومة تتطلع لتعبئة ملياري دينار فاصل ثمانية عبر الأقصاط الأربعة مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة اثنتين وعشرين والفين نسبة استجابة بمائتين واثنى عشر بالمائة ونجح أقصاطه الأربعة في تعبئة ملياري دينار فاصل تسعة رغم أن المبلغ الأول المثهدف كان مليار دينار فاصل أربعة بموافقة تسعة وتسعين نائبا واحتفاظ ستة عشر بأصواتهم ورفض أربعة صادق مجلس نواب الشعب ليلة أمس سبت على مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة من ميزانية الدولة لسنة أربع وعشرين والفين لتؤكد رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي عمل الوزارة على إعداد ملف تكميلي لإنقاذ شركة الفولاذ سيحال على أنظار مجلس الوزراء الفترة القادمة وتوضح السعي إلى بلوغ ستمائة وأربعين ألف موطن شغل في القطاع الصناعي بحلول خمسة وعشرين وألفين التقرير لبوثين بجنح أكدت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي في مجلس نواب الشعب أن عدد عمال القطاع الصناعي بتونس ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة من خمسمائة وسبعة عشر ألف إلى خمسمائة وثلاثين ألف عامل وبينت خلال إجابتها عن أسئلتها عن نواب خلال جلسة عامة ناقشت مهمة ميزانية وزارة الصناعة لسنة أربع وعشرين وألفين وصدقت عليها أن المقارنة بين عدد الشركات الصناعية المسجلة قبل سنوات لا يعني بضرورة إغلاق المؤسسات بل يعود إلى تقلس عدد العمال وبالتالي إعادة تصنيفها وشددت في سيق متصل بالنتائج التي حققها القطاع الصناعي عبر تطور المشاريع في تونس من ستة وثلاثين إلى ثلاثة وأربعين بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة واستعرضت عديد التدخلات المبرمجة خلال السنة القادمة ومن بينها تخصيص تسعة وثلاثين مليون دينار لبرنامج تأهيل المؤسسات وخمسة وعشرين مليون دينار لصندوق التطوير واللا مركزية الصناعية وأفاتت أن الوزارة أعدت في وقت سابق استراتيجية للصناع والتجديد والتي شكلت خطوة هامة لإرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي قائمة على الاقتصاد في التقى كما أشارت إلى أنه تم أعداده الاستراتيجية بشكل تشاركي وستموكن من توضيح الرؤية المستقبلية للصناعة التونسية في مجالات جديدة على غرار الصناعات الذكية والمؤسسات النشئة لافتة إلى أهمية مراجعة منوال التنموي للوصول إلى مستويات أرفع للنمو من خلال جذب الاستثمار وتنويع التصدير وتحسين حوكمة المنظومات الفلاحية وسلسل القيمة والمرور إلى الصناعات الذكية وتسعى تونس وفق الاستراتيجية إلى مضاعفة قيمة الصادرات لتصل إلى 18 مليار دينار سنة 25 و 2036 مليار دينار بحلول 35 و 2000 وفق السعيب وفيما يتعلق بإنتاج مادة الفصفات كشفت رئيسة ديواني وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن الشركة الصينية في مشروع المذي الأثنين أبدت انفتاحا لإيجاد حلول لكن المجمع الكوريا التونسي فضل اللجوء إلى القضاء الدولية ولا تزال تونس تنتظر القرار الذي سيقضي إليه التحكيم وأن هذا المشروع شهد عديد التعطيلات واستعرضت عديد المعطيات المتصلة بإنتاج الفصفات في تونس ومن بينها توجيه استثمارات لتجديد الأسطول التابعة لشركة فصفات قفصة بما يتيح مزيد نقل الفصفات الخام الذي يعد من أهم المشاكل وبعد انتقادات ومناقشات صادقة الجلسة العامة على مهمة وزارة الصناعة والمنجم والطاقة من ميزانية الدولة لسنة 24 و2000 احتضن القطب التكنولوجي بسي دي ثابت أمس سبت أحياء المركز في تونسيه الثلاثين ليصبح أحد أقطاب العلوم المتخصصة والمتطورة في تونس ورفيدا كبيرا للاستفادة منها في شتى المجالات ذات العلاقة خصوصا بصحة والفلاحة والصناعة صرح علمي تونسي يسخر بالكفاءات البشرية والأنشطة البحثية والخدماتية المتنوعة نقدم معطيات ضافية عنه في نقل شراز عمري دعم الباحثين في مجال التكنولوجيا النووية وتكوين إطارات الدولة في المجال إضافة إلى تطوير القطاعات الصحية والبيئية والفلاحية هي بعض من مهام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسي دي ثابت الذي يعتبر منارة من منارات البلاد يحتفل بالذكرى الثلاثين لانبعاثه المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية هو تقريبا أكبر تجمع للمختصين والإمكانيات المادية والتقنية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية يغطي جملة من الأنشطة تتوزع ما بين الأنشطة البحثية وكذلك الأنشطة الخدماتية لفائدة النسيج الاقتصادي والاجتماعي وحتى ثقافي مركز هذا العمل الانتاعه أفقي مع كاف الهياكل الدولة وكذلك في مختلف المجالات والمركز هذا لا يظهر للعموم لكن يقدم فيه خدمات كبيرة وكبيرة جدا إضافة إلى ذلك المركز يساهم مع هياكل الدولة المختصة بتبع حال الهياكل الأمنية وكذلك الديوانة في تأمين حدودنا في تأمين كافة الأرض الوطن لقطة ثانية في مجال بطبع حال البحوث المركز هذا عنده معتها جانب هام جدا في البحوث وتضمنت الاحتفالية عددا من المعارض والورشات بحضور ممثلين عن الهياكل الحكومية وصناعيين وشركاء مهنيين محليين وكفاءات علمية تونسية في الواقع ما نشف نعرض كل شيء جس خرجنا السكومبو اللي نجمو خرجوه خرجنا ديزيكيب ما تجهيزات للحماية من الأشعة كما تعرفوا الأشعة هي ألفا بيتا غاما نوتران كل جهاز هو مخصص للكشف على الإشعاع الليزم اشتغلنا من ألفين وعشرين على موافقة الوكالة الدولية التقادرية لأن المركز يكون مركز إفريقي يعني تكوين الإفريقيين يجيون من كل مكان إفريقي بش تكونوا في التجهيزات النووية شركاء متنوعون من تونس ومن الخارج ومن دول إفريقية وأوروبية وأنشطة في المجال ينظمها المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية مع عدة منظمات دولية أهمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدير برابج تعاون ثنائية متعددة الشركاء في مجال الطاقة النووية في تونس نجحت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقتين الحرس الوطني برقاب وسيدي بوزيد نجحت في تفكيك شبكة متخصصة في التجارب البشر وألقت القبضة على نفرين من عناصرها ليوضح بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد أن هذه الشبكة تقوم بنقل المجتازين من أصحاب الجنسيات من دول جنوب الصحراء باتجاه ولاية السفاقس للمشاركة في عمليات الإبحار خلصة وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أعضاء هذه الشبكة فيما يلم مشاهدين تذكير بعنوين الأخبار مشروع تشاركي للتصرف في النفايات بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني بالمنستير نحو البحث عن حلول بديلة لمشكل النفايات إحياء الذكرى ثلاثين لتأسيس المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وبحث في طرق تدخلاته الناجعة والاستفادة من نشاطه في عديد المجالات تابعوا جديد الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة أخبار التلفزة التونسية بيت التونسيين إلى اللقاء مشاهدين اشتركوا في القناة